فرنسا حيث منيى الاشتراكيون برابع حزيمة انتخابية على تواليف غضون عام واحد وسط انتصار كبير لليمين بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي نتابع المزيد في تقرير مراسلتنا بباريس هتا فاتوان إن الفرنسيين أعربوا سلميا عن رفضهم لحكومة يولند بهذه الجملة استهل نيكولا ساركوزي خيطابه مباشرة بعد إعلان نتيج الانتخابات الإقليمية التي استطاع فيها حزبه انتزاع المركز الأول وضم قرابة 64 إقليم من أصل 99 اليمين الجمهوري فاز بالانتخابات الإقليمية تحت الجمهورية الخامسة لم يسبق لعائلتنا الحزبية أن فازت بهذا القدر من الأقالين هذا التقدم لساركوزي الذي يره الكثيرون هنا أنه خطة تمهيدية للرجوع لقصر الإلزي أظن لمعرفته جيدا أظن هذا ما يستهدفه نعم أتمنى أن يكون أكثر واقعي اتجاه الشعب الفرنسي ويتجنب المشاكل كما فعل في بداية عهدته الأولى وهذا ما أفسد كل شيء بعد ذلك من جهة أخرى حل الحزب الاشتراكي الحاكم في المركز الثاني باحتفاظه ب30 إقليم فقط وخسارة أكثر من 25 هذا المساء اليمين الجمهوري فاز بالانتخابات الإقليمية ودون شك اليسار يعاني من تشتت وتفكك خلال دورة الأولى ويعرف تراجع ملقوب رغم النتائج الإيجابية في هذه الانتخابات الإقليمية نتائج سترغم الحزب اليساري الحاكم لأن يعيد رسم خارطته السياسية والاقتصادية للحفاظ ربما على مكانه في قصر الإليزي لقناة النهار تي في هودا فتوان باريس